منذ اللحظة التي أربك بها العالم وحير العلماء وتحدى الطب والعقاقير طبية وفيروس كورونا عصي على المجابهة أما العلاجات أو اللقاحات فقد كثر الحديث عنها حتى أصبحت الشغلة الشاغلة للجميع أطباء وصيادلة وعرفون وحتى مشعوذون سباق نحو جلب الأنظار والحصول على الثروة أو الشهرة والنتائج تظل عبارة عن محض تكهنات لكن تظل التجارب غاية والبحث وسيلة البداية كانت مع عقار هيدروكسي كلوروكوين لكن وكالة الأدوية الفرنسية حذرت منه ومن أعراضه الخطيرة جهات صحية عالمية أخرى صرحت أن علاجات خوافض الحرارة مجدية لعلاج كورونا دول أخرى كانت جربت عقاقير مضادة للفيروسات كتلك المستخدمة في علاج إيبولا ونقص المناع المكتسب الأيدز والتهاب الكبد الوبائي سي وفيروسي سارس وميرس مؤخرا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن سلطات الولايات المتحدة أصدرت مصادقة رسمية على دواء الريميدي سفير لعلاج عدوى الفيروس كورونا المستجد هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن أربعة وأربعين لقاحا مرشحا لعلاج الفيروس التاجي اثنان منها خضعا بالفعل للاختبارات السريرية إلا أن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عدل يؤكد أن اللقاح النهائي ليكون متاحا للجمهور قبل سنة من الآن بسبب معايير السلامة والفعالية الصارمة المطبقة على تجارب اللقاحات الجديدة كورونا يزحف وإلى الآن لا علاج ولا مصل يشفي منه أمام المعضلة لجأت دول عدة للاستعانة بعقاقر بديلة تستخدم في علاج أمراض أخرى نحو ربع المليون حالة وفاة وقرابة 3 ملايين و350 ألف حالة إصابة هي حصيلة كورونا حتى اللحظة وفي وسط هذا السيل من أرقام الإصابة والوفيات يتواصل السباق العالمي من أجل اكتشاف عقار يزيح هذا الكابوس الذي بدل حياة المليارات من سكان الأرض متى وأين سيتحقق هذا الحلم الإنساني؟ من سيعيش سيكتشف ذلك ترجمة نانسي قنقر